السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاركم طيب ان شاء الله تكونوا هانيين وفي احسن الاحوال اذا اول مرة تشوفوا قناتي ولا اول مرة تحضروا فيديوهاتي اشتركوا فضلا مع تفعيل الجرس كي يصلكم دائما جديد القناة وما تنساوش تدعموني فضلا بالضغط على زر لايك بشيطلع الفيديو تاعي ويشوفوه الناس بزاف اليوم احنا نقدم لكم هذه الحلوة اللي اكم تشوفوا فيها حلوة اللي تهبل تهبل وبدون بيض سهلة جدا بسيطة في متنول الجميع وتخدموها دفعة واحدة تبعوا معايا بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله عليه افضل الصلاة والسكرة تسليم عندي هنا زوج بيض يعني زوج علب بنتا ياغورت ناتير يعني الياغورت الطبيعي بدون نكهة في المغرب يقولولو دانون مسوس وهنا في الزير نقولولو ياغورت ناتير ها كازو جعلو لب يكونوا بدرجة حارة الغرفة طبعا يعني تخبيوهم في الفريجيدال كتحبو تستعملوهم تجبدوهم يعني قبل بساعتين ولا حاجة من الفريجيدال وتبدو تستعملو فيه عندي هنا يا كاس كما شفتوه نقص صبوع انتا سيكر غلاس تحبو تستعملوا السكر العادي تقدو تستعملوا السكر العادي مبصح السكر العادي فيه الخدمة بزاف لازم تخدموه مليح يعني بالباطر ولا بالبراميكسر حتى يذوب مليح موش كما السكر العادي يعني نخدمه غير شوية بارك خلاص وعندي كاس غربو كما شفتوه تاع الزيت وعندي نصف كاس نتاع النشا نحاولي تلاث مغارف كبار هكاكتا عن شا وراح ندير هنا الفانيلا وعندي زص دي نتاع الليمون وندير رشة تاع الملح ونخلط هذه المواد كامل مع بعضهم كما راكم تشوفوا هنا راح نحتاج كيس ونصف متع الخميرة كيميائية راح نخليها مبعد مع الفارينة هنا تخلطه مليح تي تجانس الخاليط يعني وتحسوا بأن الزيت هذيك ما ولا تشتبان يعني تتخلط مليح مع هذوك الأشياء باش مبعد تخرج لك شمال الخاليط يعني كيتضيف الفارينة لو كما تخلطوش مليح الزيت الهنية كيتضيف مبعد الفارينة راح تخرج من هذك العجين وتبدأ العجينة تتلق في الزيت كما راكم تشوفوا هذ القطو ما فيش البيض وما فيش ايضا زبدة ونبدأ نضيف الفارينة تاعي راح نقيس لكم بهذا الكاس يعني ولا الغرفية هذي يا كم تشوفوا فيها يتهز كما الكاس هذك ليقيس به المقادر يعني المقادر هذو كلي كما شتوا الكاس هذك تعمولي تقيسوا به كل شي راح تهزز لكم ثلاث كووس جد جد راح ندير كيس ونصف متع خميرة كيميائية ميعد لخمسة عشر جرام كما راكم تشوفوا مع الكاس اللي وتاع الفارينة وبعن نضيف زوج كووس اخرى تاع الفارينة احتهزل وقتلكم ثلاث كووس لكت كنت وجيت الكاس الرابع بس حما ماحتجتش اني نزيد منه حتى ذر يعني ثلاث كووس ممسوحين كما راكم تشوفوا ممكن تهزز لكم اكثر ممكن اقلتوا ما ديروا زوجه نص وبدأوا خلطه يعني اذا خاص تزيدوا حتى مغرفو لازوجي اذا ماهو شي خاص يعني الفارينة لاحظ بالفارينة تاعكم انا كما راكم تشوفوني استعملت فارينة سيم هكا كنت وجدت الكاس الرابع يا لبنت ما استعملتوش خلاص كما راكم تشوفوك تشوفوا العجينة جيني قد قد يعني القاوة متاحة ما يخصش حتى يعني ما جتنيش ناشفها بزاف تاني وما جتنيش كما نقولو طرية بزاف جتني قد قد كما نحبها انا هذا القاطو هذا درتوا علاجة اللي عندهم حساسية من البيض يعني الاخطة كيما تديروا مثلا اذا ما كمش راح تديروا الياورت ناتير يعني حبيتوا تديروه بالبيضة حتديرو ثلاث بيضات برب ان شاء الله ديرو ثلاث بيضات في بلاست هذو كل زوج حبيت على الياورت ناتير هكا شوفوا العجينة جتني طرية كما راكم تشوفون خليها ترتاح شبيا وراحو نديرو الخلطة تاني لراحو نستعملوها كحشو لهذا القاطو اح ندير ربع مغرف كبار تعلكم فيجير مربل مش مش يعني ما يعد لهكا نص علبة هذي الصغيرة هذي ونزيد لها مغرف كبيرة تعال كاكاو البني هكا ونخلطوها مليح مليح حتى يتجنس الخليط نتحصلوا على خليط تبنين بزف ما هوش حلو بزف و ما هوش يعني مر على خطرة كم تعرفوا لكم فيجير حلو بزف و يعني كنزيدو له هذ الكاكاو يعني نكاسيو شوي هذيك الحلاوة بعد ما تحصلنا على هذ الخليط كاميرا كم تشوفون فوتوا العجينة تعنا باش نشكلوها رح نقسمها على ربع اجزاء يعني نتحصلوا على ربع رلوات يجيو صغار ماذا بيكم ديروهم هكا صغار بش يعني يساعدوكم في الخدمة نجيش الحبة كبيرة بزف قد الكروكي هذك الكبير نجي يعني حبة صغيرة حبة قطو صغيرة نجيش حبة كمال قد الكروكي لا لا ديروهم صغار حبات صغار خطرة هذي حلوة هي تشكيل تحها يجيك يجب شوي الكروكي مسحية حلوة مختلفة للكروكي جبت ورق زب دولة جيبوا يعني بلاستيك غذائي ولا اي بلاستيك يعني تستعملوها كباش نبعد يعني ساعدكم بتروليو بي تحكموا جزء من العجينة يعني واحد من هذك الربعة وتحلوها كما راكم تشوفوا و ستجيكم في الحواشي شوية ميش من نظمة تحكموا تنحيو الحواشي هذك كامل بنموس وترجعوهم في الوسط تشوفوا كيف راح ندير باش نفيني الحواشي برك باش نبعد كروا لها جيني قد قد هكا قسمتهم كامل ورجعوهم في الوسط هذوك مش يعني تبقى العجينة نفسها يعني ما نبقاش يعني نحي نزيد فليشيت و نحو نزيد فليشيت يعني تبقى العجينة كاملة لح نستعملها كاملة هكا نعود نخبزها بركضو كتفينة يعني منه تفينة في الحواشي ومنه تعود تخبز في الوسط وخلاص وتديروها كما هكا تعدلوها مليح مليح هكا شوفوا الرق تحر يجي رقيقة يعني يديروها رقيقة لخطر عفوا من بعد تتنفخ شوية في الكوشة ومن بعد تجيبوا الخليط هذك انتع المعجون اللي خدمناها مع الكاكا يديرو مغرف واحدة تكون معمرها مليح يعني مغرف واحدة بزايد يا ابنك لا تكثروش بزايف على خطر عفوا من بعد تسيحلكم ويعني يتشوه القاطوتاكم في الكوشة هكا تديروها على الاطراف كامل يعني متديروش على الحواشي خليوهم هكا بش ما يخرج لكم مش منو منو بش تقدرو تغلقو الحواشي ونحك موري ونروليو يعني نستعملو 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 بهذا كل ورق الزبدالي درنا هكا ونروليوها كامل ونجيبو يعني الجهة هذك اللي كنا اغلقنا منها لازم نجي لتحت هكا كي ما راكم تشوفو ونغلقو الحواشي هكا ونحطوها هكا كامل كي ما راكم تشوفو نحطوها هكا في بلاتو تعال الكوشة اللي راح يدخل الكوشة ونكملوهم كامل بنفس طريقة كي ما راكم تشوفو هكا يعني عملية بسيطة خلاص وسهلة جدا هكا نحطو الجيهة المغلوقة نحطوها هي لتحت ونزيدلكم واحدة سريع يعني بسرعة هكا بشوفو يعني الطريقة هنا راح نمسح هذك الشوكولات ولا هذك الكوشة بطرشونا ولا بصرفيات يعني تعام مناديل وراقية ولا كي ما تحبو انتم مهم تمسحوها بش ما تشوه لكمش من بعد الحبة الثانية ونزيد ونعاود الحبة الثانية بنفس الطريقة كتشوفو كيفه نحلها مليح نحيلي شويت هذو كنديرها في الوسط ونعاود نحلها ونبعد ندير هذك الكوشة ندير مغرف كبيرة معمرة مليح ونوزحها على السطح كامل ونروليها تلكم بالعين يعني هكا كما نقولو احنا واحدة اخرى على السريع كبش تفهمو مليح الطريقة ومتكثروش بزيف كتلكم الكوشة شوفو ندير واحدة معمرة مليح براسك يعني تكون معمرة مليح فقط مديروش بزيف هكا وبعد تبدو ترولي وبلا ما تضغطوها بلا ما تضغطو على الاول هكا تضغطو على الاول برك بش تحكم ومبعد خلاص شوفو ترولي وبرك وما تضغطوش على خطر كي تضغطو وبعد يعني الضغط هذك وبعد يولد الانفيجان وبعد تنفاجر في الكوشة ومبعد رامي تحلو لكم شوية شوفو معايا معا الاخر يعني كما كما يطيبو شوية يتشققو مصح موش يعني يفزدو لكم الشكل بزيف واصلا احنا يشوفو خليناهم بلا ما ندهنوهم بالبيض ولا حاجة بش مبعد ما زلنا نديرو لهم طبقة الاخيرة لتغطي كل شي بش متخافوش منه شوفو لو كان يديرو لكم تشققات كيما هكا متخافوش ولكن شتو التشققات تاكم كبار بزيف لموهم هكا لموهم يعني حاولو كما يطيب هكا كهو سخون يعني يحكموهم بيدكم هكا لموهم شوية بش مبعد يعني كتديرو لوا هاو يبقى لكم طرف هذة تعالكم فيتور لي مع الكاكا وتزيدو له الكوكا وهكا من الفوق تحبو كوكا ولا جوز الهند يعني الحاجة اللي تعجبكم ديروها هكا قلت لكم يتغطى كل شي متخافوش منه هنا كنت درت اللول كانت لإضاءة شوية كانت تظلمت لي خلاص الإضاءة على بيها وللت فاصلت خلاص هذك الجوز كما درت كما قلصت هذك البودان اللول هذك وذو كنت ديلكم هذا تشوفو كيفاش يعني هني درت لكم هذو قدامكم تشوفو كيفاش دهنتهم كامل بهذاك الكوكا ودرت لهم الكوكا ومن الفوق ومحمصوا مرحي هكا وتزيدو على الحواشي كامل تغطوه كامل من نومن يعني تغطوها ذوك تشاققات لي كانوا تشكلوه هي لازم تتشاقق شوي على خطر عجينة مبسة وزاد ما فيهاش البيض ولا بيض البيض هذاك ليحكم الكمليح العجينة وما تنسوش خلاص الملح يلبنت في هذ القاتول الحواج لي ما فيهمش البيض وانو تنسي منهم ملح يجوه مصطين ويجوه مصصين ويجوه مصصين لازم تديري هذك الرشاة الملح يعني نركز لكم على الملح مليح وطيبوها يعني نسيت ما قلتلكمش درجة الحرارة على 160 درجة طيبوها يعني طيب مليح مليح باش ما تبقى لكمش معجنة من الداخل لكم تعرفوا القاتول لي ما فيهاش البيض ثاني اذا ما تطيبوه شمليح يقدم عجن شوية الداخل طيبوهم ليح يعني درجة حرارة مش قاوي ومدلوا الوقت هكا شوفوا كد قطعوه تحصلوا على هذ الشكل ما شاء الله يجي خفيف 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 وهشي شوي يجي بنين بزاف يعني هذك كون في جرم على الكاكاو يمدلكم بنا ما شاء الله نتمنى تكون حجبتكم هذ الوصفة وصييوها خليولي اعجاباتكم وتعليقاتكم الجميلة كالعادة وانا نقول لكم خليتلكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة